في بحر الانتخابات الهائجي بالعراق بدأت سفن بعض القوى السياسية تبحر في مهمة البحث عن ميناء شراء الأصوات الانتخابية لترسو فيه أصوات تتم عملية بيعها تحت غطاء البطاقات الانتخابية ويتراوح سعر البطاقة الواحدة بين 50 إلى 150 دولار بحسب مراقبين تسربت إلى أذاننا مثل هكذا معلومات نعم الأسعار وصلت من 50 إلى 150 مقابلة للزيادة مع قرب العملية الانتخابية كل ما يقترب موعد الانتخابات ممكن أن تتصاعد الأسعار لأن الكتر السياسية يضيق عليها الخنات خمسة ملايين بطاقة عدد البطاقات الالكترونية بطاقات قابلة للبيع والشراء والتلاعب بها من منظار تحليلي في ظل ما يضور في الكواليس السياسية من أحاديث عن شراء عدد من البطاقات لصالح قوى متنفذة مع ما تشهده بعض القوى من تلاطم في أمواجها تجاه مقاصدها كل الأطراف التي كانت مستفيدة من العملية السياسية ومهددة بالخروج يمكن أن تكون لها لعبة من أجل البقاء هذه اللعبة تتنوع أشكالها وألوانها بين مختلف الأطراف المعركة الانتخابية المقبلة والتنافس فيها سيكون أشد فصراع القوارب الجديدة مع السفن القديمة في بحر الانتخابات للظفر بالمقاعد النيابية لن يكون طفيفا وبحسب أسعار الأصوات الانتخابية المتداولة فقد يصل مجموع ما يدفعه المرشح بنحو نصف مليون دولار للظفر بأحد المقاعد ما رسمه قانون الانتخابات الجديد من شكل للدوائر الانتخابية أثار هاجس القلق عند بعض الأطراف السياسية هاجس جعلها تبحر نحو مرسى شراء الأصوات الانتخابية لتفادي خسارة وجودها السياسي عبر الانتخابات المقبلة من العاصم أعطي بغداد بدر الركابي التغيير تغيير المترجم للقناة